يا هلا والله اليوم الفيديو غير لأنه رح أوريكم مشترياتي للصيف وهالسنة مشترياتي وايد وايد غير وايد حلوة شريتهم من قطر فأوريكم كل شيء شريته حقي سواء كاميرابس اكسسوارات جواتي وهدوم شوية حقلولي ووريكم كل شيء بهالفيديو فشوفوا الفيديو وأول شيء وايد حلو وايد مميز شريتها اللي هو هذا الجاكيت الرسمي اللي باعتها لي كانت حين مستانسة وهي قاعدت بيعة ما كنت فاهمة ليش لأن تقولي أن هذا أول واحد انبيعتها ووصلتنا البضاعة وهذا أول واحد انبيعة فحيل حلو شدي صاير من وراء السادة مافي شيء ومن جدام هني وردي وايد مميز والمخابي وردية وايد حلو لما تلبسون شوي صاير مقاسة أوبر سايد بس وايد كيوت وثاني شيء شريتهم جاكيت رسمي حيل كيوت طاحشة من شكله أنا طايحة بغرام الجاكيتات الرسمية شدي من وراء هم عادي مافي شيء القصة بس هني وايد بسيط وايد سمبل أحب أتشاف ستشمومي لأنها أورادي شوي طويل وبعد عشان شدي يطلع لون يديد اللي هو البيج وايد حلو وهذه الغولة حدها غنية عن التعريف وايد وايد الناس قاعد يشترونها ويلبسونها بأشكال غير بس وايد حلوة كيوت أنا حبت شدي الأشياء الكيوت اضيفينها على أي قميص لابستها يعطي شكل وايد حلو وهالحزام حيل حبتها وايد كيوت صاير شدي لونه زيتي وأنا عاجبني أن الباكل نفسه صاير لونه زيتي مثل باجي لحزام شدي كله زيتي وايد كيوت وهذا السكارف العجيب شف الجمالة وايد حلوة ألوانة وايد حلوة حسيتها حيل يلوق مع اللحزام اللي وريتكم يا وايد يلوق معاه لأنه فيه أخضر وزيتي نفس ألوانة يعني فحيل حيل يلوق حسيت أنه سواء كنت أبي ألبس السكارف علي أو أبي أربطه على اللحزام حيل رح يلوق وايد كيوت صح؟ يبي لي بس أنسقة بطريقة حيل حلوة تبرز جمال السكارف إذا عندكم تنسيق حق هالسكارف كتبوا لي بالكومنت أو تزولي صورته بإنستجرام رح أكون وايد ممتنة لأنه حيل عاجبني وأبي أطلع بشكل وايد حلو وهذا القلب شريتها من قطر اللي عرفني يدري أني وايد أحبت شدي الكستوارات لقلوب فهذا شريتها من قطر وايد كيوت حلو مميز طاعش لون ساير طويل وايد ينفع شدي فوق القميص يكون شكله وايد حلو وبسيط وثاني قلب شريتها بعد هذا من قطر وايد عجبني تخيلوا كنت قاعدة أمشي صوب الحرف اليدوية أبسق واقف كان ألقى هذا حيل طحت بغرامة شوف شلون وايد حلو ينفع مع الجاكيت الرسمي اللي وريتكم إياه وايد ينفع شدي ينلبس معه حس كيوت حيل حيل عاجبني ما تخيلوا منش كثر وعاجبني أنه صاير راندم الألوان يعني مو بالضبط صاير هني مش مشي هني وردي هني وردي غامج وردي شدي يعني درجات الوردي كلها موجودة بشكل حلو والحين اني حك فقرة الجواتي هذا الجوتي شريتها من قطر طبعا تقدرون تلقونا بكل مكان بس أنا شريتها من قطر وايد وايد عاجبني وايد حلو بس الشي الوحيد اللي مو حلو فيه أنه لونه أبيض فبسرع يتوسخ يعني لبست لبسة واحدة وتوسخ ما أدري شلون أبيضاتها بطريقة أنه ما يخترب فما أدري شلون بس وايد حلو باللبس أنيق وثاني جوتي شريتها اللي هو هذا من نفس الماركة هم وايد حلو شف شلون طريقتها وايد بسيط عملي الشي الوحيد اللي مو حلو فيه أنه هذا خذيتها مقاس نص أكبر من الأبيض اللي توا تحس في صراحة لو ما أخذتها مثل مقاس الأبيض أحسن ليش لأنه وايد جرح ريلي من وراء فأتوقع رح أحط في فرشة وألبسها عشان يصير مقاسي بالضبط والجوتي الثالث اللي هو هذا شوف شلون شذي وايد حلو وايد كيوت شوف شلون شي خيرا وايد بسيط ما فيه شي بس وايد حلو وترندي والحين اني حق ملابس لورا خذيت لها هذا الشي اللي حيل كيوت طاعل شم شلون صاير وصاير فيه نجوم حلوة مع الشورت اللي هو هذا هم الشورت فيه نجوم وايد كيوت وحلو وهذا الشي بعد خذيت لها حق الصيف صاير وايد كيوت وايد حلو طاعل شلون شذي فيه ورود حل حبتها والشي الأخير هذا هو صاير جينز وايد كيوت وايد حلو حل عاجبني ماخذت لها بعد أشياء زيادة بس صراحة أغلبهم بالغسيل لأنه أول ما أيوبهم ما قطهم غسيل هذا الشي اللي حيل ما قطتهم غسيل فقدلت خل أوريكم إياهم وبس والله بتي ذي وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى أن أعجبتكم مشترياتي وكتبوا لي شنو أكثر شي عجبكم من مشترياتي وأشوفكم إن شاء الله لأسبوع اليهاي في فيديو إياي باي اشتركوا في القناة